اشتركوا في القناة في جامعات أمريكية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والاحتجاجات تتوسع وفي بريطانيا البرلمان يوافق على مشروع قانون مثير للجدل سيتم بمجيبه ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا رئيس الوزراء يؤكد أن عمليات الترحيل الأولى ستبدأ في غضون أسابيع أهلا بكم طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق دوليا في المقابر الجماعية التي عصر عليها في مجمعي الشفاء وناصر في قطاع غزة ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكار تورك الدمر الذي لحق بالمجمعي بأنه مروع مشددا على الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وفعالة في هذه الوفيات ميدانيا كثف الجيش الإسرائيلي ضربته على أنحاء القطاع وقصف شمال القطاع الذي كان الجيش قد سحب قواته منه في السابق ووردت أنباء عن ضربات جوية وقصف مدفعيا شبه مستمر في المناطق الوسطى والجنوبية كما تعرضت أحياء مثل الزيتون أحد أقدم ضواحي مدينة غزة لقصف مكثف حيث أفاد السكان بوقوع عشر غارات على الأقل في غضون ثوان على طول الطريق الرئيسي كان الجيش الإسرائيلي قد سحب العديد من قواته البرية من قطاع غزة لكنه يقول أنه لم ينهي بعد عملياته العسكرية هناك هذا وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بني من نتنياهو تعهده بالقضاء على حماس وقال أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما على رفح مهما كان الثمن التقرير التالي يسلط الضوء على طبيعة الهجوم البري المرتقب والظروف المحيطة به غارات جوية على رفح سيتبعها اشتياح بري أعلنت عنه إسرائيل منذ أشهر رئيس الوزراء بني من نتنياهو لم يخفف من موقفه سنكمل القضاء على كتائب حماس بما في ذلك في رفح ليست هناك أي قوة في العالم ستمنعنا من ذلك لكن بعد مرور ستة أشهر على الحرب تتعرض إسرائيل الآن لضغوط كبيرة من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة لكبح جماح العمليات العسكرية وعدم شن غزو بري واسع النطاق على رفح لقد أوضحنا لإسرائيل أننا نعتقد أن الغزو العسكرية واسع النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار للغاية على هؤلاء المدنيين وسيضر بأمن إسرائيل آدم لإسرائيل طريقتان لاستئصال حماس إما من خلال حملة برية واسعة أو حملة عسكرية أكثر دقة الغزو البري واسع النطاق قد يكون مشابها لما حدث في أجزاء أخرى من قطاع غزة في المناطق الحضرية مثل خان يونس ومدينة غزة في الشمال من رفح حملة جوية مصحوبة بدبابات وقوات على الأرض بتكلفة كارثية محتملة للمدنيين وقالت إسرائيل إنها ستقوم بإجلاء المدنيين إلى أماكن أخرى في قطاع غزة وقد يكون هذا النوع من الغزو البري مصدر إزعاج للولايات المتحدة التي جعلت تعمها العسكرية المستقبلية لإسرائيل مشروطا بكيفية معاملتها للمدنيين في غزة لكن إسرائيل أظهرت كذلك قدرتها على شن عمليات مستهدفة ففي وقت سابق من هذا الشهر عثرت قوات كوماندوس إسرائيلية على جثة إلاد كاتسير الذي كان قد اختطف في السابع من أكتوبر المسار الذي ستختاره إسرائيل قد يكون مرتبطا بالسياسة ففي الولايات المتحدة يتعرض الرئيس جو بايدن لضعوط كبيرة من اليساري لكبح جماح إسرائيل بينما يتعرض بنيمي نتنياهو لضعوط من الداخل حيث تريد أغلبية ساحقة من الإسرائيليين القضاء على حماس كليا أعلنت الدوحة أن المكتب السياسي لحركة حماس سيبقى قائما في قطر طالما أن وجوده مفيد وإيجابي لجهود الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالدوحة مشددا على أن قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة تقييم وتستضيف الإمارة الخالجية مكتبا سياسيا لحركة حماس منذ عام 2012 بالتنسيق مع واشنطن وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال لإنجاح أي وساطة قطرية في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد منسوب التوتر بين طلاب متضامنين مع الفلسطينيين وإدارات عدد من الجامعات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وبدأ التوتر بعد أن أقام طلاب مخيم تضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك في الأسبوع الماضي وقبل أن تمتد حركة احتجاج مؤيدة لغزة إلى جامعات أمريكية أخرى هذا وقبلت الاعتصامات الطلابية الداعمة لغزة بتحذيرات من تنامي المشاعر والتحركات المعادية للسامية جامعة نيويورك طلبت من الطلبة المغادرة قبل استدعاء الشرطة لاعتقالهم وكان هؤلاء الطلبة قد نصبوا خياما في الحرم الجامعي احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة إنها حركة تنمو في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحاليا تقوم بعض المؤسسات بما في ذلك هذه المؤسسة في بوستن بتقييد الوصول إلى الحرم الجامعي للتعامل مع ما يحدث في داخل الجامعة كنا نتابع ما يحدث في جامعة كولومبيا فشعرنا بالاستياء الشديد من القبض على أكثر من مئة متظاهر لقيامهم بنفس الشيء لقد وجه طلبة جامعة كولومبيا دعوة إلى جميع الجامعات الأمريكية للاعتصام داخل الحرم الجامعي واستجبنا للنداء تم اعتقال أكثر من مئة طالب الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا في نيويورك بسبب إنشاء ما وصفوه بمخيمات مؤيدة للفلسطينيين تم إنشاء المخيمات في الوقت الذي مثل فيه رئيس الجامعة أمام المشرعين في الكونغرس الأمريكي لاستجوابه بشأن مزاعم تزايد معادات السامية في الحرم الجامعي أغلقت الجامعة أبوابها الآن ودعت إلى عقد المحاضرات عبر تقنية الفيديو لكن بعض المشرعين يعتبرون أن هذا غير كاف على كل واحد من رؤساء الكليات والجامعات الذين يرفضون اتخاذ ما يلزم من إجراء أن يستقيلوا على الفور لم أرى قط عملا مشينا أكثر مما نشهده في الحرم الجامعي في الوقت الحالي وتأتي المواجهة بين الطلاب ومديري الجامعات تزامنا مع عيد الفصح أحد أهم الأعياد في الديانة اليهودية وبينما سيحضر بعض الطلاب المحاضرات عبر تقنية الفيديو سيواصل آخرون اعتصامهم في المخيمات فالأمر بالنسبة لهم مسألة عدالة وحرية تعبير ولمتابعة هذا الشأن تنضم إلينا من واشنطن الصحفي هديل عويس أهلا بك هديل ما الذي يحصل تماما في الجامعات الأمريكية ما حجت السلطات والشرطة عند قمع هذه الاحتجاجات المتضامنة مع غزة في الحرم الجامعي نعم شكرا لك طبعا السبب الذي طرحته شرطة نيويورك لاعتقال أكثر من 150 طالب حتى الآن من عدد من الجامعات معظمها في نيويورك هو أن هؤلاء المتظاهرين أولا نصبوا خيام وحاولوا الاعتصام في حرم الجامعة وهو أمر لا تريده إدارة الجامعة الجامعة هي صرح خاص أو من الممتلكات الخاصة وبما أن الصاحب هذا المكان لا يريد أن تكون هناك اعتصامات وتجمعات داخل الجامعة فهذا منافع للقانون بحسب شرطة نيويورك لذلك بدأت الاعتقالات بالإضافة إلى أن حتى إدارة الجامعة كانت قد سمحت بالتظاهر وحددت ساعات محددة للتظاهر ثم حين رفض هؤلاء الطلبة الالتزام بالساعات المحددة للمظاهرات تم اعتقال بعضهم هناك بعض الحالات الفردية التي تتحدث فيها الشرطة عن أعمال عنف تهديد بأعمال عنف ضد اليهود هذا ما تتحدث عنه شرطات نيويورك حتى الآن هذه المجموعات التي تنظم الاحتجاجات هل هي مجموعات من طلاب بشكل عفوي أم هناك فعلا جمعيات مخصصة قامت بجمع الطلاب ودعتهم إلى هذا الاعتصام أولا دعيني أذكر هنا أنه من بداية هذه الحرب في غزة وعلى خلاف أي حرب أخرى بين الفلسطينيين وإسرائيل كان هناك حالة من التضامن الشعبي الكبير في الولايات المتحدة خاصة الأصغر سنة طلبت الجامعات مع الفلسطينيين وكان هناك تحركات غير مألوفة فعلا لم تشهدها الولايات المتحدة خلال العقود الماضية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخاصة في أوساط الشباب وخاصة أكثر في أوساط الطلب الجامعيين وهنا نحن نتحدث عن هذه المظاهرات تحدث في أهم الجامعات الأمريكية الجامعات التي هي الأهم على مستوى الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم كثير من هذه الجامعات مثل كولومبيا وهارفرد ويل هي خرجت عدد من الرؤساء الأمريكيين من صناع القرار الأمريكيين مستقبلا من ينظب هذه المظاهرات هم الطلبة نفسهم وليس طلبة مسلمين أو عرب بالضرورة بل مثل ما نرى في هذه المظاهرات هم طلبة أمريكيين من كل الخلفيات وضحت الصورة شكرا لك شكرا جزيلا صحفية هذه العواس كنت معنا مباشرة من واشنطن قالت الشرطة الفرنسية أن خمسة مهاجرين على الأقل بينهم طفل صغير لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من فرنسا إلى بريطانيا يأتي ذلك بعد ساعات من إقرار البرلمان البريطاني مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية إلى رواندا وفيما يصر رئيس الوزراء ريشي السونك على بدء نقل اللاجئين خلال الأسابيع القادمة دعا المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعيى بريطانيا لإعادة النظر في التشريع الجديد مهاجرون يائسون يعبرون بحر المانش بقوارب مطاطية ويقطعون 32 كم طلبا للجوء في المملكة المتحدة تبنت الحكومة المحافظة في بريطانيا خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لردعهم عن العبور وفي أبريل عام 2022 أبرمت وزيرة الداخلية البريطانية اتفاقا مع رواندا لاستقبالهم إلى أن يتم البت في لجوءهم وتمتد الرحلة من بريطانيا إلى وسط إفريقيا مسافة 6500 كم استثمرت المملكة المتحدة في الخطة أكثر من 200 مليون يورو وتم تحويل فنادق في رواندا إلى أماكن إقامة للمهاجرين لكنها لا تزال فارغة سرعان ما واجهت الخطة تحديات قانونية إذ ألغيت الرحلة الأولى من قاعدة جوية في يونيو عام 2022 بعد رفض المحكمة العليا الخططة باعتبار أنها غير دستورية وقد تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان دفع ذلك الحكومة للتقدم بمشروع قانون يعلن رواندا بلدا آمنا رغم تاريخها السيء في معاملة المهاجرين ويأمر محاكم البلاد بتجاهل قانون حقوق الإنسان الخاص فضلا عن القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين وقام مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفحصه الشهر الماضي تابعات مشروع القانون هذا الذي يحاول حماية تصرف الحكومة من التدقيق القانوني يقوض بشكل مباشر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فالحكومات لا تستطيع إلغاء التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان باللجوء إلى التشريع نحث الحكومة البريطانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال بريطانيا الكامل للالتزامات القانونية الدولية ويرى منتقدون أن الخطة غير قانونية وغير إنسانية ومكلفة أيضا وأن ترحيل الفرد سيكلف 63 ألف جنيه استرليني أكثر من إبقائه في المملكة المتحدة ومن غير الواضح أيضا مدى التأثير الرادع الذي ستحدثه الخطة ورغم كل ذلك كانت هناك دعوات داخل الاتحاد الأوروبي لتبني خطة مماثلة للحد من الهجرة فيما ترى بلدان أخرى أن الخطة نموذج محتمل التطبيق وللمزيد من التفاصيل حول هذا القانون المثير للجدل ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو العينين أهلا بك سيد أبو العينين بحسب هذا القانون الجديد هل سيرحل كل طالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى بريطانيا وما المفترض أن يحدث لهم بعد الترحيل هذا القانون يقتصر تطبيقه على اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا أو إلى الأراضي البريطانية بطريقة غير شرعية اللاجئون الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة شرعية سيخضعون لذات الإجراءات المطبقة والمعمول بها في بريطانيا منذ فترة الهدف من إصدار هذا القانون هدفين هدف الأول من وجهة نظر حكومة المحافظة هي أراضها قوارب الهجرة التي تأتي عبر منطقة كالي من فرنسا عبر بحر المنش فمن وجهة نظرهم أن تعقيد هذه الإجراءات وأضافة مزيد من العراقيل عليها يؤدي إلى مناهة قوارب الهدف الثاني أن المنفسه أو الديان الذي انتخب على أساس حزب المحافظين الذي يعاني من تراجع شعبيته بصوة كبيرة لصالح حزب المحافظين المعارض يريد استثمار هذا القانون وتمريره من أجل استعادة شعبيته المفقود طيب عفوا سيد أبو العينين إذن القانون له أبعاد سياسية ولكن أساسه هو تحدي قانوني ربما معركة قضائية هل هناك فعلا عقبات قانونية قد تقف في وجه تنفيذ هذا القانون في المستقبل القريب يعني بعد أسابيع كما قال ريشي سوناك الذي سيبدأ حسب قوله بالترحيل خلال أسابيع في حقيقة الأمر من الصعوبة بمكان الحديث عن أسابيع نحن نتحدث عن حد أدنى من رحلة أولى ربما تأتي في جولاي في هذا العام أي بعد ثلاثة أشهر من الآن وفقا للإعدادات اللوجستية للقانون الذي سيذهب فيما بعد صدوره من البرلمان إلى الملك للتوقيع عليه ثم بعد ذلك يتحول إلى قانون باقي الإجراءات تواجه عقبات كثيرة في حقيقة الأمر ما قامت به الحكومة البريطانية هو محاولة للالتفاف على ما ورد في حكم المحكمة الأولية البريطانية التي قالت بأن روانبا معلوم بأنها موضوعة في المنظومة التشريعية البريطانية والقرارات البريطانية باعتبار أنها دولة غير آمنة فكيف يتم ترحيل اللاجئين إلى دولة تعد دولة غير آمنة حتى وإن كانت بريطانيا قد تضمنت مع رواندا ما يطلق عليه مذكرة التفاهم قامت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي 2023 بعد صدور حكم المحكمة العليا بإجراء أو القيام بعمل اتفاقية مع رواندا بمقتضاها بمقتضا هذه الاتفاقية تضمنت مجموعة من الإجراءات تتعاهد فيها رواندا بمجموعة من الإجراءات في وضحت الصورة الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو العينين شكرا على كل هذه الإضاحات هذا ما سمح به الوقت شكرا لك أنت معنا من لندن هذا وقوب للقانون الجديد بانتقادات واسعة النطاق من منظمة دولية وحقوقية وقالت رافينا الشامدساني المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكاتورك أن المفوض الأممي دعا بريطانيا إلى أعادة النظر في هذا القانون الجديد نظرا لأنه يعرقل بشكل خطير سيادة القانون في بريطانيا ويشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم وللإضاءة على الموضوع من الناحية الحقوقية والقانونية معنا في استوديوهاتنا من برلين السيد محمد الكاشف الباحث الاستشاري في سياسات الهجرة وشؤون اللاجئين أهلا بك سيد الكاشف ما المآخذ القانونية على هذا القانون أولا الحقيقة أن بريطانيا بقالها زي ما احنا شايفين عدة سنوات بتحاول الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وعبور الحدود من أوروبا ومنطقة الشينجن للمملكة المتحدة وده كان أحد الأسباب اللي كانت وراء بريكزيت النهاردة بنشوف أنهما بعد الاتفاقية اللي اتعاملت في 2022 مع رواندا كان في عقبة قانونية ما فيش قانون بيسمح بترحيل اللاجئين لبلد تلتة وبلد تعد بلد خطر ففي سنتين فاتوا بيتم الإعداد لتمرير القانون اللي بيعترف برواندا كدولة آمنة فبالتالي يحق للدولة الإنجليزية أو لحكومة البريطانية ترحيل طالب اللجوء واللاجئين اللي تلك الدولة باعتبار أن هي آمنة حتى يتم ألبت في طلبات لجوءهم يعني هو الموضوع حاصل زي أن نحن بنفس سياسات الاتحاد الأوروبي في تمديد الحدود أو في مد الحدود خارج القارة الأوروبية المملكة المتحدة برضو بتحاول أن هي تمد الحدود خارج الجزيرة البريطانية وتوصلت للاتفاق وما تضير في ذلك من وجهة نظر الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؟ الحقيقة أن الدرر في كده أن حق طالب اللجوء هو حق مكفول لكل إنسان ده من الحقوق يعني من حقوق الإنسان الأساسية أن الإنسان اللي بيهرب من حرب بيوصل لبلد أمان من حق أن هو يقدم لجوء في البلد دي البلد دي بيكون ماضية على اتفاقات زي إنجلترا هي دولة عضوة في اتفاقية جينيف للاجئين 1951 بتعديلتها والبرتوكولات اللاحقة عليها فهنا أنا يعني بقوم بانتهاك حق من حقوق الإنسان الأساسية كمان أن أنا برحل الإنسان قصريا ضد رغبته من مكان آمن بيلجأ إليه لمكان يعد غير آمن ده انتهاك لأمن وسلامة طالب اللجوء إحنا النهاردة ليه كمان بنقول أو المنظمات الحقوقية بتعترض على هذا القانون ومشروع هذا القانون لأنه هيعد سابقة تمهد لدول بعد كده كتير أن هي تسلك نفس المسلك وبالتالي هو بيأثر على أمن وسلامة الإنسان إننا أقدر أرحل الأماكن نزاعات باعتبار أنها أماكن آمنة أو منزوعة السلاح طيب وما الخيارات الأخرى أو الحلول الأخرى المتوفرة لدى الحكومة البريطانية لامتصاص غضب الشارع الرافض للمزيد من اللاجئين في بريطانيا هو الحقيقة هي زي ما يعني أوضح الضيف أستاذ محمد وحضرتك أنها بالفعل هي أزمة سياسية وهي قضية سياسية في المقام الأول ما يطلق عليه أزمة اللاجئين أو أزمة المهاجرين هي أزمة سياسية أوروبية كيف تواجه الحكومة الإنجليزية الغضب الشارع الحقيقة أن الغضب الشارع موجه للحكومة لفشل إدارتها ملف اللاجئين وطالب اللجوء على أرضها في الخمس لعشر سنين الأخيرة أن كمان الشارع الإنجليزي للمشاهد هو ناقم على الوعود الكذبة اللي كانت على خلفية بريكزيت وعلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما وجدوا أنه مجرد وعود كذبة فبالتالي النهاردة بيلجأ السياسيين لامتصاص غضب الشارع بإطلاق مثل تلك المشاريع القانونية اللي بالمناسبة يعني حتولقي العديد والعديد من العثارات القانونية وضحت الصورة شكرا لك وعذرنا شكرا لكم بسبب ضيق الوقت كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في برلين محمد الكاشف الباحث في سياسات الهجرة وشؤون اللاجئين شكرا لك شكرا جزيلا أعلن رئيس وزراء البريطاني ريشي السوناك أن بلاده ستزيد انفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5% من إجمال الناتج المحلي بحلول 2030 جاء ذلك في تصريحات لصحفيين في ورسو حيث عقد مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس تولتنباك وبذلك ستصبح بريطانيا إحدى الدول الأكثر انفاقا على الصعيد العسكري بين الأعضاء 32 في الناتو بعد الولايات المتحدة إلى ذلك أعلن سوناك عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه سرليني لتمكينها من التصديل الغزو الروسي هددت روسيا بتكثيف هجماتها على أوكرانيا ردا على موافقة الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات عسكرية ضخمة لكييف يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه القصف الروسي المكثف للمناطق الحدودية في أوكرانيا الأمر الذي تسبب في نزوح معظم سكان المناطق إلى داخل البلاد منطقة سومي تقع على بعد 6 كيلومترات من الحدود الروسية قبل القصف في مارس كان يعيش أربعة آلاف شخص في قرية فيلكا بساريفكا والآن لم يبق منهم سوى نحو 500 شخص لقد أسقطت الطائرات الروسية نحو 200 قنبلة على القرية على مدى أسبوعين في مارس حسب السلطات المحلية هناك ميكولا وزوجته بقيا للرعاية والديهما المسنين يقول والد زوجتي إنه ولد هنا وسيموت هنا علي تقدم الطعام له فهو بالكاد يستطيع الوقوف تساعد الشرطة على إجلاء السكان من القرى البعيدة من الحدود بينما نظمت السلطات المحلية رحلات للرحيل بالحافلات وبعض القرى أصبحت الآن خالية تماما لقد تعرضت البنية التحتية في القرية للضمار بما في ذلك الإدارة المحلية والمستشفى والمدارس والمكتبة كان لدينا الكثير من المشاريع والأفكار ولم يكن لدينا الوقت للقيام بذلك الآن سنقوم بأعمال الترميم من الممكن أن تتعرض المنطقة لمزيد من الضربات الجوية الروسية في أي وقت سألنا عمدة القرية عما إذا كانت تخشى البقاء والعمل هنا فقالت هذا بيتي هذا وطني لا أشعر بالخوف في وطني هذه البلدة التي تبعد حوالي خمسين كيلومترا عن الحدود الروسية تأوي الآن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين يرون قصصا مروعة عن القصف الروسي كان كل شيء يتطير في الهواء حدث شيء ما لأذني أشعر بطانين في رأسي ولا أستطيع أن أسمع جيدا الانفجارات مخيفة حقا ولا تطاق لم أكن أريد الرحيل لم أكن أرغب في ذلك النازحون سيغادرون الملجأ لاحقا وسيقيمون عند أقاربهم أو سيبحثون عن مساكن للإيجار فمن غير المعروف متى سيصبح الوضع آمنا للعودة إلى منازلهم أكد وزير العدل الألماني معكو بوشمن مدى خطورة تهمة التجسس الموجهة لأحد الموظفين لدى النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب البديل من أجل ألمانيا ماكسيميليان كحا وتتهم السلطات الموظفة الذي اعتقلته اليوم في مدينة دغيستن بالتجسس لصالح جهاز استخبارات صيني وكانت السلطات الألمانية اعتقلت أمس ثلاثة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح الصين وتشتبه السلطات في أن المتهمين وهم رجلان وامرأة حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية حظيت سفينة شراعية فرنسية ستحمل الشعلة الأولمبية من اليونان إلى فرنسا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 حظيت باستقبال باهيجا في أثينا وتحمل سفينة اسم بيليم وهي سفينة شحن سابقة وستبحر السفينة يوم السبت المقبل من ميناء بيريوس لتحمل الشعلة عبر البحر المتوسط إلى مرسيليا في جنوب فرنسا وبهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة نشكركم دوما على كرم المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر